ما تخافش على الأهل طول ما الأهل هدفه رايح للعالمية محدد أهدافه كويس قوي وحتى لما بيخفق بفعل فاعل في نهاية أفريقيا تأتي عدالة السماء لتنصفه بما لم يكن ينتظره أحد لكنها عدالة السماء عشان كده كان فيه كلام كثير في الغربال أيامنا الحلوة أيامنا الحلوة اللي الأهل بدأها في اليابان من 2005 كانت ضربة البداية للأهل مع الظهور العالمي على مصرح منديال الأندية 2005 الأهل لم يكن مستعدا بشكل جيد ثقافة المشاركة في البطولة نظام البطولة التوقيت حاجات كتيرة قوي كانت معاكسة في الظهور الأول كانت الظهور الثاني في 2006 بداية بقى الأهل أنه يبدأ يتواجد ضمن الكبار بفعالية ويحقى الميدالية البرونزية ويواصل بعد كده مشاركاته في كأس العالم للأندية لغاية لما وصلت لثمن مشاركات وثلاث ميداليات برونزية هذه المرة الأهلي يسافر إلى المغرب إن شاء الله تعالى غالباً هيكون السفر 28 من هذا الشهر والمباراة الأولى حتكون مع أوكلاند سيتي 1 فبراير تسعى مساء لتكون أيامنا الحلوة ترجع تاني يا رب إن شاء الله يا رب المرة دي كمان نقدر نحقق نتائج طيبة نستكمل بيها يعني مسلسل النجاح الإفريقي والعالمي لأن الأهلي ينظر إليه دائماً بمنظور مختلف يعني لما بلاتر يعلق على هذا الأمر وإنفنتينو يعلق على هذا الأمر كلما أتوجه إلى منصات التتويق أجد الأهلي نتمنى أن نواصل التواجد على منصات التتويق وأتمنى أن نسق بفريقنا ونبعثه وهو أكثر ثقة بنفسه وبإذن الله إدارة الأهلي لأن تتوانى عن تلبيت الإحتياجات الفنية بإذن الله المحتاجة للفريق واللي تحقق جزء منها الحقيقة يعني لما تشوف الجهاز الفني الثلاث صفقات اللي دخلوا عاملين حالة من الأريحية بالنسبة للجهاز الفني اللي هو الباك واللعب خط الوسط كريستو مراوان عطية وخلنا فتاعة كريستو يقال أنه يعني لأ حيعبر عن نفسه بإذن الله وهو وعد جدا طبعا محتاجين الفرود الذي نتمناه جميعا وكان يعقوب قد لو كان عدى يحل المشكلة دي لكن الأهلي برضو تخوف أن إصابته دي تؤثر عليه بعد ما جالنا هو جالنا هو بيلعب ولي اعتمدنا على الملعب لا ييجي لو اعتمدنا على تاريخ الإصابة نأخذ الأمور كده فالأهلي فكر ياخده عرب نية البيع وتاخده تشوفه في كاس العالم الأندية في المطشات المتبقية دي وبإذن الله لو عدى كل ده هيبقى الليلة مطمئنة لكن النادي بتاعه هو الولد كان موافق والنادي بتاعه موافقش في أسماء ما لا تتردد والناس بتعليل توقعات لكن مش تملي الموضوع في يد النادي الأهلي يعني وليك ده من أيام مازنبي كان الأهلي عايزه مازنبي رافض والولد قال عايزة روح أوروبا من خلال توركي الآن النادي متمسك به إلا إذا حدث تغيير عند النادي بتاعه مش عندنا حتى عشان كده فيه صعوبة مش صعوبة تريص مش ثاني حاجة مش ثاني حاجة مش عايز أقول أكتر من كده خلاص مش هنضايع وقت لو لقينا البديل اللي يعني الجهاز وموجود موجود بودلاء موافق عليهم المدير الجهاز وقطعت مراحل كبيرة في الحديث معهم أنا أدافع عن الذين يتصدون لهذه الملفات وعملين مجهود كبير والله يا إبراهيم لحد الفجر بيشتغل محدش لم صهين ولا الكلام اللي بيقول فيه بط ولا حاجة أبدا وبعدين خلي بالك خلي بالك دلوقتي يا جماعة أنتم مستسهلين الدولار وش عارف ايه ده الدولار زي أي سلعة النهار ده كان بيتحسب على 16 من شهرين ولا شهر ونص النهار ده 30 ده 30 ده في البنك أو 29 في البنك بره هتجيبه منين فالمسألة حييجي آه حييجي بتضحية مؤكد لو جيه حييه بتضحية مالية قوية بتضحية مالية قوية ما أنا بقولك آهو الدنيا بتتغير كل يوم فعايزين بس ندي الناس حقها اللي تعبت ما نسحبش كل حاجة ثقة لأن أنت قاعد ما انتشفت كواليس قوي بس الآن والله العظيم من حقك تقلق على فكرة يا أستاذ إبراهيم أنا بعد اللعب ما بيجي اوعى تفتكر أني بعتبر الليل انتهت بالنسبالي أنا بقى بقى الآن جدا إنه ينجح بقى ودي نقطة تانية لازم الجماهير تتحمل الناس اللي جاي ما تستناش منها يكسر الدنيا كده من أول يوم يعني عايزين نرجع لطبعتنا الوثقة الهادية اللي وثقة في النادي الأهلي وعارفة إن في الآخر الأهلي هو اللي بيحقى الانتصارات وبيوصل